ماذا حدث بجلسة العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات؟ أهلا بكم أدعوكم إذا اشتراك في القناة و تفعل زر جرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلاي قال الأمين العام للتحاد نقابات أصحاب المعاشات منذير سليمان أن الدائرة 13 مفوضين بمحكمة قضاء لداري بمجلس الدولة قررت تأجيل دعوة تدبير المعارضة المالية بشأن العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات إلى جلسة 20 ينوء المقبل وذلك بعد طلب ممثلي الهياء العام للتأمينات بالاطلاع وأضاف في تصريح لنبأ أن الاتحاد تقدم بعدد من المستندات منه أن قانون 25 سنة 2020 والتي صدر على صرف العلوات الخمسة لم يشرب أي شكل أنه جاء لتنفيذ الحكم الصادر بتي الصرف العلوات الخمسة وأننا لم نحصل على صغيطيه التنفيذية وكذلك استعننا بجميع الرسالة التي أرسلناها إلى المسؤولين التي نستحسون فيها على تنفيذ الحكم منها مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم وتابع أن القانون الصادر الذي تم على أساس صرف العلوات الخمسة اجتز حقوق الناس وغير معبر بأي شكل من الأشكال عن تنفيذ الحكم ما هو قانون 25 سنة 2020 وأصدرت الحكومة القانون رقم 25 سنة 2020 الذي يقضي بصرف زيادة المعاشة عن العلوات الخاصة لأصحاب المعاشات المستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمنعات التقادم الخمسي وذلك لما انتهت خدمتهم قلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه لحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد وقد تم الصرف لجميع مستحق العلوات الخمسة حيث بلغ متجمد الفروق ومرعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020-2021 بالإضافة لمبلغ 7 مليار جنيه كم التكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلوات الخاصة المستحقة تفاصيل دعوة العلوات الخمسة وكانت الدائرة 13 مفوضين ببع حكامة قضاء الإدارة بمجلس الدولة حدد الجلسة اليوم من نظر أولى جلسات التحضير في الدعوة المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقبات أصحاب المعاشات والذي تولى خلف البدري فارغلي الذي وفاته من المطلبة بتدبير المالي المارية والزام المادة على يوم المسكورين بصرف العقوق المالية تنفيذ الحكم الإدارية العليا الصادق بشأن موضوع العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات وحملت الدعوة رقم 37 386 لسنة 67 كوف والمقامة ضد كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الكومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية وطلبت الدعوة المقامة من عبد الغفار مغوري المحامي نايبان رئيس الاتحاد أصحاب المعاشات بتدبير الموارد المالية والزام المادة عليهم المسكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذ الحكم الإدارية العليا الصادق منذ ما يزيد عن عامين والمتضمن حقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير وجاء في الدعوة أن الحكم الصادق من المحكمة الإدارية العليا أكدوا حكم آخر صدرها في وقت سابق بدعوة تفسير وكيمة من أجل تفسير الحكم وجاء منطق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوع ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ